يا سادة نحن نؤمن كقواعده نحن نؤمن بالأقدار ونؤمن بالأسباب نؤمن بالأقدار ونؤمن بالأسباب والأسباب من الأقدار القدر إن ربنا كاتب مين يتجوز مين ولن يقف أمام هذا الأمر أحد دنيا كلها لو وقفت أمام إرارة ربنا وقدر ربنا أن فلان يتزوج فلان مش هيقدروا وهيتم الزواج طيب فلان لن يتزوج فلان في قدر ربنا يبقى لن يتزوجه حتى لو الدنيا كلها أرادت إن هم يجوزوهم مش هيجوزوهم فالأمر قدر وده القدر اللي نحن نؤمن به في أسباب طبعا ولذلك قال تخيروا وقال تنكح المرأة لأربع فاضفر بذات الدين وقال لولي البنت إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ففيه في أسباب طبعا في أسباب والأسباب من الأقدار وفي أسباب قد تعوق إما ناس تطلعوا سمعة سيئة على بنت ولا على ولد ماذا يعوق الزواج مثلا دي أسباب هل الأسباب تصنع وحدها ألا عمر الأسباب ما تصنع لوحدها الأسباب تصنع إذا أراد الله أن تصنع ومن الأسباب اللي ممكن الناس تفكر فيها الحسد اللي العين يعني الأعمال والأسحار والكلام ده كله ألف بقى يا سادة علينا أن ندرك أن هذه الأمور أسباب لا تفعل إلا بمشيئة الله وحده لنربنا قالنا كده قال يتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلازل تتحكدتي تبقى بطحة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك خلصت المسألة فمش عايز حد يبقى الآن من حتة دي عمل عمل اعمل ده أنا هعملك عم مش هتتجوزي إلا ابني اعملي فبنت سيبتي ابني طب والله ما هتتجوزي أنت مش ربنا ولو أنا اعتقدت عقيدتها دي بقى كفارت أنت مش ربنا ولا أنت ربنا ربنا هو الفعل ما يريدي عندنا الثقة دي لو سمحته وده 99% من علاج المشكلة إن ما كانش 100% لازم عندنا عقيدة ثابتة لا تتزلزل يقين ثابت النفع واتضر بإضرب بنا مش بيد حد تاني هوقفلك المضوع فتاني مش انت فيه ربي فوق هو اللي بيحكم بما يريد وفيه كتاب كتب فيه ما يشاء أنا هاخد بالأسباب طيب هنفترض إن إحنا عايزين بقى ناقي أنفستا من الناس الشردة دي أو الناس الشردة دي فعلا عمل وعمل وآثر فينا نعمل إيه احفاظه يا سادة ما قلته قبلا وهو الثقة في الله وأن النفع والضر بيده وحده دون سواه دا رقم واحد والعشرة من واحد لعشرة دي النقاط الأسية في الموضوع أن الله هو النافع الضار والذي يملك النافع والضر وأن سواه لا يملك شيئا بعدين ثقة في دا يقين مش نظر مش علم أنا عارف الناس كلها بتسمع اللي بقوله دلوقتي أنا عايزه يقين ثابت جازم ما يتزلزلش ثقة في الله سبحانه وتعالى طيب بعد كده نخذ بالأسباب الطبيعية المشروعة هل المشروعة أروح للشيخ سالم وأقول له رئيني يا مولانا أروح للشيخ سالم وأقول له اقرأ علي يا مولانا لا دا الشيخ سالم دا هيقرأ بالقرآن ولا الشيخ سالم ولا حتى لو كان يقرأ بالقرآن ما أنت عندك الكرآن ما تقرأ أنت الكرآن هو الشيخ سالم يقرأ أكون أحسن منك بالعكس أنت المكلوم أنت المحتاج أنت المريض علاقتك بربنا وثكتك في ربنا تبقى شد ويقينك في الله يبقى شد أنت المضطر والله تعالى يقول أم من يجيب المضطر إذا دعاه يقول لسلنا ما عرفش قد احنا نعرفك يا سئيدي الركي حد يقول لي يا الركي يا مولانا ده شرتين ولا أربع شرية شرت ساعة أنا أحفظ دول هعرف دول الركي كلنا عارفينها الإخلاص والمعوذتين ثلاث صورهم الإخلاص كل أعوذ رب الفلك كل أعوذ رب الناس يعملوا إديكوا كده وانفثوا فيهم ثلاث مرات إديك خفيف مع النفس ويقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق مي شر ما خلق ومي شر غاسق إذا وقب ومي شر النفاثات في العقد ومي شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مي شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومسح جسمك كله من راسك ديك ليك وعمل الكلام ده ثلاث مرات تقرأ الصور الثلاث زي ما قرأنا كده ويقينك في الله وقلبك بحاضر أنت بتقرأ الصور قل هو الله أحد الله الصمد عليه المعتمد كل الناس والخلائك في حاجة إليه وليس في حاجة لأحد بدونه لا نملك حراكا ولا نملك شيئا وهو وحده الذي يملك كل شيء خل عندك العقيدة دي واستعذ بالله منه من الشيطان واحتمي به سبحانه وتعالى من الشيطان من الحسد من السحرة والله أقسم بالله العظيم لو ثبت هذا اليقين عندنا لكفانا هذا مش هازي نقطع من كده فيش مانع إن أنصحكم بالأذكار الدائمة صباحا ومساءا فيش مانع إن أنصحكم بقراء صورة البكرة مرة كل ثلاثة أيام في البيت ماشي كل هذا جيد وعظيم معثقة في الله سبحانه وتعالى إذا إحنا عايزين بالفعل نعيش سعداء مطمئنين فلنفعل فلنفعل ما ذكرت وننسى خالص بقى إننا روح لدجال والله ولا حتى شيخ ولو كانت شيخ صلى الله عليه ولو في يوم الأيام قلتلي عزاك تريني يا مولانا تركت على لي أعرف لنا دجال وأنا آسف مع احترامي لكل المشايخ والركاه وبقى إلى آخره يا أخوانا علموا لو سمحتوا يا مشايخ لا تضللوا الناس خلوا الناس مرتبطين بربهم بربهم وليس بكم قولوا لهم الرشدة اهيه روحوا أعملوها أنتم ثقوا في الله أنا مش أحسن منك علاقت بربنا مش أقوى من علاقتك أنت بربنا والله لا يحتاج إلى وسيط الوساطة والوسيلة هو عملك أنت الصالح هو ذكرك لربك ويقينك فيه سبحانه وتعالى وربنا يشفي الجميع ويهدي الجميع ويزوج كل العزاب ويسعد كل المتزوجين ويجعل كل الأبناء والبنات كرة تعين يا رب الأباؤهم أمهتهم اللهم أمين